استعرضت وزارة التربية والتعليم تقرير غرفة العمليات في آخر أيام امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي حيث أدى اليوم طلاب ثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات في إطار امتحانات الدور الأول من شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي أدوا الامتحان في مدة الرياضيات التطبيقية الديناميكة بإجمالية 99905 الطلاب أمام 1838 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية وقد حرص نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة أحمد ظاهر حرص على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات